يا مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتكم كلنا طبعا مستنين مستنين مشوار الأبطال في كل بطولة وبالذات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بيدخلها النادي الأهلي في كل نوسخ يعني لأبريكا دايما وبايحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى عندنا يعني جرعة كبيرة جدا من التفاول وإحساس كبير جدا للأهلي ليه فرصة كبيرة جدا في تحقيق اللقب لكن ما فيش بطولة حسد فيها الإحساس ده زي البطولة دي إحساس كبير جدا إن شاء الله بالتفاول وبإذن الله وخد بالك حط في اعتبارك دايما أنه إحنا في اللقبين الأخيرين في النجمة التسعة اللي حقناها على حساب الزمالك المصري وفي النجمة العشرة اللي حقناها على حساب كايزة شيفز الجنوب إفريقي وجهنا فيهم مطبات صعبة وجهنا فيهم مشكلات كبيرة جدا عانينا فيهم من غيابات وعانينا فيهم من إصابات وعانينا فيهم من إجهاد وتلاحم مواسم وتلاحم مباريات ورغم كده كنا قد التحدي ووصلنا للعلامة الكاملة وحققنا لقبين وحققنا نجمتين مهمين جدا في مشوار الأهلي الإفريقي خدونا بعيد مسافات كبيرة جدا بعيدا عن أقرب منافسينا عشان كده بقول أن الطموح والحلم والتفاؤل في البطولة دي كبير جدا عند كل الأهلوية وأنا مع كامل الاحترام لكل الفرق الأفريقية وأنا تبعت وشفت يعني معظم جوالات بدايات الدور المجموعات مع كامل الاحترام طبعا في فرق كبيرة في فريق زي الوداد زي الرجاء زي الترجي زي ساندونز اللي هنلاعبه النهاردة لكن أنا شايف الأهلي يغرد منفردا والأهلي في حتة تانية والبداية الفعلية النهاردة في مواجهة ساندونز إن شاء الله بإذن الله فريق محترم رغم أن كل الحقيقة الأرقام والمواجهات التاريخية بتصبوا في مصلحة الأهلي لكن دايما نتعودنا مع ساندونز الموضوع ما فيهوش حسابات صحيح الفريق ما قدرش يكسبنا يعني في خلال عشر مطشات غير مرة وحيدة يتيمة على أرضه لكن في النهاية ما تدرش تنكر أنه ساندونز في السنوات الأخيرة فرض نفسه على القرى كواحد من أفضل الفرق اللي بتلعب كرة في دول الأبطال وبالتالي بطل جنوب أفريقيا ليه كل الاحترام والتأدير وأبطالنا إن شاء الله لها النهاردة بإذن الله نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هم يكونوا عند المعاد ويقدموا عرض قوي وإحنا وصخين إن شاء الله بإذن الله فيكم ومتأكدين بإذن الله أن أنتم قادرين على حسب المواجهة دي لصالحنا والأهم كمان لو تمتعونا بشوية كرة حلوين واتكملوا حالة التقلق اللي أنتم بدين عليها من بداية الموسم ما خزلت ناشى الحقيقة السندي في أي مواجهة من مواجهات بما فيهم بالميراس اللي في كاس العالم الأندية كنا نتمنى أن نوصل مباراة نهاية لكن أبداً محدش يقدر يلومكم عشان الظروف اللي واجهناها قبل البطولة خليني أبدأ مع حضرتكم حلقة النهاردة بأهم أخبارنا والعنوين الأهلي يواجه سانداونز في مباراة خارج التوقعات الليلة بدوري الأبطال وتفوق تاريخي للأهلي في مواجهاته أمام سانداونز مدرب سانداونز موسماني سينواجه الليلة شخصية جديدة لبيتسو موسماني وجهاز المنتخب يتابع هاني وياسر إبراهيم أمام سانداونز كيروش يستقر على ضم خمس محترفين أمام السنغال في تصفيات كأس العالم طبعا مباراة النهاردة مباراة يعني تعتبر في منتهى الأهمية مش بس عشان في بداية مشوارنا في دوري الأبطال تاني مباراة الأهلي في دور المجموعات ومش بس كمان عشان مواجهة سانداونز وسانداونز من الفرقة المرشحة لتحقيق اللقب وبالتالي أنت بتكلم على فريق من الفرقة الصعبة على مستوى قارة أفريقيا لكن كمان بلغة الأرقام والحسابات تزداد المباراة النهاردة أهمية وخصوصا بعد نتيجة المريخ والهلال اللي بيلعبوا معنا في نفس المجموعة المريخ تمكن من تحقيق فوز على الهلال فدخل في الجيم بقوة وبقى عنده كمان أربع نقاط سانداونز عنده أربع نقاط بعد مباراة النهاردة لو الأهلي قدر يحقق الفوز يحرم سانداونز من ثلاث نقاط في غاية الأهمية ويسيبه هو والمريخ بوعات شوية عن النادي الأهلي لأنه إن شاء الله بإذن الله النهاردة الأهلي لو كسب هيبعنده أربع نقاط وكمان لكن من مباراتين سانداونز هيكون عنده نفس الرصيد بس من ثلاث مباريات فبالتالي الأهلي ياخد نفسه في حتة بعيدة شوية ويسيب المريخ السوداني وسانداونز الجنوب أفريقي يلعبوا أو يكملوا مع بعض ونشوف بقى الدور الثاني من دور المجموعات الدنيا هتاخدنا وتروح لفين طيب خلينا نقول إنه من دقائق بسيطة جدا بدأت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني مع الفريق والناس أنا عارف طبعا الناس بتتكلم على التشكيل بتتكلم على طريقة اللعب بتتكلم على الوجوه اللي كانت غيبة في مصر مقصة هل هتكون حاضرة النهاردة ولا لا المصابين اسم زي بيرسي تاو هل ممكن يبتدي المبارات النهاردة أو ممكن يكون اختيار كبديل لمستر موسيماني ويكون جنبه على الدكة كل ده نعرفه أكتر من زميلنا كريم أحمد اللي موجود في مقر إقامة الفريق حاليا والفريق يمكن على بعد دقائق من مغادرة الفندق اللي قامة لملعب المباراة نقول مساء الخير كريم وخليني يعرف منك آخر الأخبار واللمسات الأخيرة نعرف أنه الفريق بدأ محاضرته الفنية من دقائق بسيطة جدا تكلمنا على السعادة الفريق واللمسات الأخيرة ما قبل المباراة مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير برحب بيك طبعا في البداية وكل التحية أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهوري للنادي الأهلي يا رب إن شاء الله النهاردة يكون يوم موفق لكل اللاعبين الحقيقة الجهاز الفني لأن كل اجتهد الحقيقة على الفترة المضائية ديق وقته تلاحهم كبير جدا للمباريات وأيضا كمان يعني مضاعر كفري ده بيبقى صعب الشوء لعبة النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله كل التحضيرات دي تصب في مصلحيتنا النهاردة وجمهورنا إن شاء الله النهاردة اللي يكون متواجد في التالتة شمال يكون ليه تأثيره كالعادة طبعا الهتاف والتحفيز والتشجيع إن شاء الله بإذن الله يكون عامل مساعد كعادته طبعا جمهور النادي الأهلي مع فريق النادي الأهلي في هدية المباراة مباراة مهمة جدا وهو تحدي جديد ويمكن هي الأصعب هذه المباراة في دور المجموعات حتى هذه اللحظة إن شاء الله بإذن الله لعبتنا مركزة بشكل كبير واضح في التدريبات واضح في التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي واضح كمان في المحاضرة ووش اللعيبة ورؤية اللعيبة طبعا يعني أقدر أقولك إن المحاضرة انتهت من اللحظات بسيطة لكن بالخبرات الكبيرة ولعبة النادي الأهلي اجتمعت مع بعض طبعا عقب انتهى المحاضرة طبعا بعيدا على الجهاز الفني بالكامل ودي ممكن من مميزات لعيب النادي الأهلي عندنا كبات فرقة كبار جدا وعارفين أهمية المباراة أهمية المرحلة يعني إحنا يعني عايزين نحقق اللي محدش حققه قبل كده عايزين نحقق تلب بطولات على التوالي وهو ده النادي الأهلي نادي الأهلي طمعنا على كده لعيبة النادي الأهلي طمعتنا في كده وطمعت الجمهور في كده بالإصرار اللي بنشوفه وبالجدية وبالشخصية وبكل الأمور اللي نحن الحقيقة بنشوفها في مواقف صعبة جدا بتمر على لعيبة النادي الأهلي اللعيبة ممكن اجتمعت عقب انتهاء المحاضرة في لعيبة ممكن تشارك لعيبة ما يشاركش طريقة اللعبة بيحاول أن هو يوزع المباراة بشكل كبير جدا 90 دقيقة بنشوف فيها أمور عديدة جدا بنشوف تغييرات بنشوف أمور عديدة جدا فإن شاء الله بإذن الله اللعيبة المتواجدة معنا في القائمة الجهزية موجودة والرغبة موجودة لكن إن شاء الله ينقصنا بس التوفير ربنا سبحانه وتعالى في هذه المباراة مع المؤذرة اللي احنا متوظرين الحقيقة من جمهور النادي الأهلي طيب خليه كريم أسألك لأنه انت عارف الناس بتبقى شغلة نفسها ما بتحبش تستنى لغاية لما يتم الإعلان عن التشكيل بشكل رسمي لكن أنا عايز أعرف منك في بعض الغيابات كانت بعض اللاعبين غابوا عن مباراة مصر المقصة الأخيرة هل ممكن نشوفهم ويكونوا حاضرين في مباراة النهاردة تطمن عليهم وفي بعض الناس اللي تقلقت برضو يعني أعتقد أنه ويمكن في سؤالنا للجمهور عن أفضل لعبية الأهلي في مباراة المقصة الناس كلها اتفقت على أن ميكسوني كان نجم اللقاء هل ممكن ميكسوني يكون حاضر النهاردة في البداية برسيتا والعائد من الإصابة واللي اتكلمت عليه في نهاية الأسبوع الأخير وقلت أنه سيكون جاهز لمواجهة سانداونز هل ممكن برضو يكون بشارك في مباراة النهاردة سواء كأساسي أو بديل تديني كده أخبار التشكيل والطريقة يعني الأخيرة لكن انت عارف طبعا اختلاف كبير جدا المباراة بطولة الدورة العام وبطولة الأفريقية رؤية الحقيقة بيتسو مستماني بيكون مميزة وصائبة جدا ساعات بيكون فيه مثلا اختيار ممكن نشوف طاهر ممكن نشوف حسين ممكن نشوف مستماني ممكن نشوف أيضا ميكسوني فيمكن الناس بيكون في حيرة شوية لكن الرجل على أرض الواقع لامس عارف القدرات عارف ده هيطلع منه وإيه في المباراة دي عارف الأدوار وعبار عن إيه فإن شاء الله بإذن الله اختيرات الكون موفقة جدا وبأكد لك على الثلاثة الحقيقة بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وعلي معلول جاهزين بنسبة مية في المية إن شاء الله لهذه المباراة الدفع من عدم طبعا هي رؤية فنية بالنسبة طبعا للجهاز الفني لكن علي معلول يكون لي دور إن شاء الله بشكل أساسي في هذه المباراة مع محمد عبد المنعم هو بيرسي تاو اللي ممكن نشوف مشاركته في أجزاء من المباراة أو ممكن الحقيقة نشوفه في البداية يعني إن كان هو في تحفظ شوية طبعا لأن أنت عارف راجع راجع من إصابة ما كانش فيه وقت إن هو يشارك بشكل كبير جدا في تدريبات وفيها التحامات وفيها سبرنتات وفيها أمور عديدة جدا لكن الكل جاهز السولاسي جاهز بشكل كبير جدا ميكي سوني إن شاء الله يكون ورقة ربحة النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع فريقها للنادي الأهلي يعني ممكن يكون ليه دور فيه الشوت الأول الشوت الثاني لكن الكل جاهز وكل اللعبة الحقيقة عرف أهمية المباراة محدش بيزعل مين بيلعب ومين بيلعبش محدش بيزعل اللي بيلعب في مكانه ويلعبش في مكانه الزعل اللي هو حيب بس أن أنت تترجع الجمهور المتوجد وده لعبة النادي الأهلي يتفكر في أنت تترجع الجمهور زعلان فيا رب إن شاء الله بإذن الله جمهورنا يكون سعيد النهاردة لعبتنا تكون مركزة بشكل كبير جدا أنصاف الفرص دخولنا في المباراة الحالة كل الأمور إن شاء الله بإذن الله تكون مركزين فيها بشكل كبير جدا وبيلسوا مسماني أيضا أيضا بيجتمع مع اللعيبة بشكل فردي وبشكل جماعي اللعيبة بتجتمع مع بعض عارفين أهمية المباراة وأهمية المرحلة هي مباراة مهمة جدا وتحدي كبير جدا نهاردة لكن ثقاتنا كبيرة جدا الحقيقة في العيدة النادي الأهلي رغم الضغطات ورغم الصعوبات اللي بقابلها النادي الأهلي والتلاحم الكبير جدا والسفر من كأس العرب كأس الأمم إلى كأس العالم الأندية إلى السودان فيا رب إن شاء الله بإذن الله لعبتنا كالعادة إن شاء الله تفكر في روح الفنانة الحامرة تفكر في شخصية النادي الأهلي تفكر في جمهورنا العظيم ويا رب إن شاء الله يكون يوم النهاردة طيب على فريق النادي الأهلي ونقدر إن إحنا نتخطى هذه المباراة الصعبة والمرتقبة والمنتظرة لكل جمهور إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من داخل مقر إقامة الفريق اللي يمكن على بعد دقيقة من مغادرة الفندق عشان يتوجه لملعب المباراة ومناسبة كلام كريم خلينا أقول لحضراتكم بعد الرجوع من السودان يعني كنت أتكلم أنا والحقيقة والزملاء فريق عمل السادسة في عدد ساعات الطيران اللي قضاها لعبة النادي الأهلي على مدار الموسمين الأخيرين عارفين حضراتكم كم رحلة خارج مصر وكلمش على الصفر الداخلي وكلمش حضراتكم على إن نروح نعب في برج العرب أو نروح نلعب في المحل لا أتكلمش على خارج الحدود عدد البطولات وعدد الأبطال وعدد ساعات السفر ساعات الطيران اللي خضتها فرقة النادي الأهلي في خلال الموسمين الآخرين ما أعتقدش أنه فيه فريق في العالم ركب الطيارة أدى النادي الأهلي وده بالتأكيد يعني حدش يتوقع أنه الموضوع سهل وبسيط لا ده الحقيقة بيبقى مجهود شاق جدا 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 وتغير في الساعة البيولوجية وحالة إرهاق شديدة جدا بعد وصولك وإنت بيبقى في أوقات كتير جدا جاي من المطار وعندك مطشف منتها الأمامية فمطالب أنك أنت تخش على تمارين على طول حالة الإجهاد دي بالتأكيد بتأثر بشكل كبير لكن الحقيقة أنا قلت لكم أنه السنة دي حاتة الإجهاد مش ألقاني قوي آه كنت بشيل همها وكنت بأتكلم فيها وكنت تعرف أنها عنصر مؤثر في كتير وخصوصا في المطشاط المحلية في الموسم الأخير لكن السنة دي المشاء الله والأهلي بجد عنده فرقتين يقدروا يلعبوا مع بعض ويقدروا ينفسوا بعض ولما بيغيب نجمة أو اتنين الأهلي من الحقيقة ما بيقفش على حد وكل العيبة بتأدي وأبرز مثال على ده ماتشو مونتري المكسيكي في بداية بطولة كاسة العالم الأندية اللي ما كانش حد يتوقع الأداء المبهر ده اللي قدموا الجوم النادي الأهلي ونجحوا فيه فوز بالمجارب نتيجة 1-0 وهكذا بقى تستمر يعني النهاردة وأنا بكلم كريم عن بيرسيتاو هيلعب مش هيلعب مكسوني اللي تقلق في مصر المقص ممكن نشوفه في أفريقيا ونستغل للحالة المعنوية أو الدفع المعنوية اللي عنده ونديله شوية ثقة ولا نشوف طاهر ولا نشوف الشحات ولا نشوف عبدالقادر مع كامل الاحترام يعني أي اسمين من دول بصراحة يكفوا يعني كلهم الحقيقة نجوم كبيرة جدا وكلهم الحقيقة نجوم متقلقة وكلهم في مراحل ما كانوا عنصر من عناصر الحسم عند النادي الأهلي فهي زي ما نقول كده الحيرة الممتعة على أي جهاز فني ويمكن ده قاله مستر مسماني في المتابر الصحفي قبل المباراة قال أنا بجيت صعوبة جدا في اختيار مين يبدأ الموضوع مش من ناحية اختيار الأفضل دايما بقد ما أنت كمان عايز تحافظ على حالة لعابتك المعنوية في أحسن أحوالها عشان لما تحتاجهم وتلجأ لهم يبقوا بيدوق أقصى مستوياتهم في جوة المعنوية على كل أحوال خلينا ندرد شوية أرقام وشوية مواجهات ونشوف تصحيحات موكوينة اللي قالها موديل فني لسان داونز في المؤتمر الصحفي نحاول نقراها مع حضراتكم كده لأنه واضح أن الراجل الوثق في نفسه ممكن يكون شوية زيادة عن لزوم واضح أنه بيراهن على حاجة معانا لكن خلينا نشوف أخبار اللقاء وأخبار المؤتمرات الصحفية سواء لمستر مسماني أو لموكوينة الموديل فني لسان داونز بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لكم على طول كنت سوي one with you guys we promise we won't be as as aggressive as they normally have in these press conferences أن أعلم أنه موجود معكم ولكنه موجود معكم. نحن نحن متشفقًا جميعنا بشكل ايضا. حفظنا نحن الموجود هنا وبدأ للعجمال وسابقاً للحزول فعلهنا. أنا أعلم أنه موجود هنا وشكراً لكم. أهتم موجودة بشكل جدا وشكل أفضل علشاء. كان في حاجة حصرت قبل كده كانت قوية. نحن نتوقع بها. مستانة وبيتمنى للمباراة طبعاً وبيوصد المباراة. المعبلا اللي جاي. نعم، بالطبع، كوش بيتسو لديه إنتال من المباراة. إنه مباراً لابداً 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 ومفقنا نجاح لذلك، لأنه عدد قد كانت مشاركة دخلت من منذ عاماً هل هنا؟ نعم، كوش بيتسو على دراء يدديه قامل بالفرقة، لكنه ممكن تلك كل التفاصيل ولكنه ممتاز متعرفة. من طبعاً، هناك كثير من نوعات من نوعات نشر. بالنسبة للتخطيط الخطط اللي بيلعب بيها ممكن هو مش على دراية كاملة بيها. There's a lot of variations in relation to what we try to do when we have possession or when we don't have possession. And the squad profile has also changed quite a bit. I mean, if you look at the starting lineup from last year to what we have this year, when we played here last year, the squad is completely or almost different. But you can say the same about Coach Pizzo because he's now had more experiences. ممكن تقول نفس الكلام على Coach Pizzo لأنه هو برضو نفس الحكاية عنده الخبرة الكافية أنه يقدر يشوف بيها. Different match experiences change the profile of the coach. برضو المباريات الإكسبرينس بتاع المباريات تخطيط المباراة الوحدة هو أكيد عنده الخبرة دي. ده كان جزء من المؤتمر الصحفي لمكوينة مدير الفني لجنوب أفريقيا. ويمكن اللي قاله في المؤتمر الصحفي فيما يتعلق طبعا بمواجهة النادي الأهلي بطل القرى. يمكن متشابه إلى حد كبير جدا اللي قاله لصحيفة سوكلا دوما الجنوب الأفريقية. الراجل حقيقة بيحاول يعني في رأيي أنه دي تصريحات هدفها كده نفسي أكتر منها فنية. يعني ما بدخلش في تفاصيل طبعا فنية لكن يعني الرسالة اللي عايز يوصلها أنه بيتسو موسيماني ما يعرفش حاجة عن سانداونز. يعني سانداونز اللي كان عايش فيه واللي كان حفظه وعرف تفاصيله وعرف إمكانيات لعبته. مش هو سانداونز اللي هلعب قدام النادي الأهلي النهاردة والدليل على حسب كلامه يعني زي ما حضراتكم سمعته أنه بيقول. لو بصيت للسكواد الفريق أو اللاعبي فريق سانداونز الموسم اللي فات وبصيت للفريق النهاردة أو اللاعبي الفريق النهاردة تلاقي تقريبا فرقتين مختلفتين. لكن لو كلمنا كورة يعني أنا مع كامل احترامي وأنا متذكر تماما سانداونز السنة اللي فاتت. أنا شايف أنه سانداونز السنة اللي فاتت يمكن من أقوى أقوى الفرق اللي وجاهها وأصعب الفرق اللي وجاهها النادي الأهلي في بطولة أفريقيا. نحن لعبنا الترجي والترجي طبعا فريق من الفرق الكبيرة جدا على مستوى القارة ولعبنا كايزر تشيفز وهو جنوب أفريقي كمان ونجح في الوصول للمباراة النهائية ونجح في الوصول للنهائي على حساب الوداد المغربي وواحد من أقوى فرق أفريقيا. لكن في رأيي سانداونز نسخة الموسم الأخير كانت واحدة أنا بيتهيأل يعني كانت أقوى فريق موجود في البطول مع سينبا التنزاني للأسف يمكن نقص الخبر عنده ما ممكنوش منه هو يتجاوز كايزر تشيفز. لكن في تكرو كويس قوي ماتش القاهرة فرقة رهقتنا ولعبة كورا على الأرض وفرقة عندها قدرات هجومية كبيرة جدا لما أجي قارن سانداونز دي نسخة دي اللي جات لنا هنا القاهرة آه صحيح كسبناها 2-0 في الوقت ده وكان مباراة تكتيكية من أحسن المباراة اللي قدرها فنيا مستر موسماني لكن ككورا لا تقدر تقول انه كان خص معانيد جدا وصعب جدا حتى رغم خسارته 2-0 لكن سانداونز السنة دي لا قصة غير يعني ما شفتش من سانداونز لا قدام المريخ ولا قدام الهلال اللي يقول انه سانداونز مكشر عن أنيابه ممكن عشان مستوى المنافسين في بعض الأوقات اسم المنافس بيستفزك في بعض المواجهات بتلعب على قد مستوى الخصم اللي قدامك زي مثلا ما الاهلي لعب مع الهلال في السودان في ظروف معينة ما طلعش أقصى ما عنده لكن النهاردة ممكن تشوف سانداونز غير على كل أحوال هي مباراة صعبة خارج الحسابات والتوقعات زي ما قلت لحضراتكم لكن إن شاء الله بإذن الله أملنا كبير جدا وبطالب الجمهور بالمناسبة إحنا بقالنا كتير قوي يعني يعني بقالنا كتير مش فاكر إمتى يمكن أمم أفريقيا لإستضافتها مصر مثلا دي آخر مرة شفت عدد كبير جدا من الجمهور في المدرجات النهاردة خمس سلاف يعني رقم طبعا ما هواش عظيم قوي بس مقارنة بالأرقام اللي إحنا بنشوفها في ملعبنا يعتبر رقم كبير مشوفناهوش بقالنا فترة طويلة أتمنى أتمنى وإذا كان الألف في مطشاط الأهلي بترجل ملعب والاستاد يبقى مستنيهم الخمس سلاف النهاردة كتير إن شاء الله ويكون ليهم دور في مساندة الفريق بالمناسبة بما أنها مباراة مهمة وبما أنه مستر كارلوس كيروش أعلن أنه يعني مش راضي على مستوى لأداء في بطولة الدولة المحلي وأنه ما فيش لعيبة لفتت نظره راجل رجع من أجاسته خد التقارير ذكر الورق اللي تحطله تابع شوية مطشاط بس الغاية الوقت يقول أنا يعني حاسس أنه المسابقة ضعيفة ما فيش لعيبة لفتت نظري بشكل كبير ليه شوية تعليقات كده على أرضيات الملاعب وأوعي لآخره بس كله الحقيقة في إطالة تحديل لمباراة سنغال وبالتأكيد طبعا هو النهاردة هيتفرج على مطش الأهلي وهيسجل مطش الزمالك اللي عنده مطش ومواجهة صعبة كان الله في عون الزمالك النهاردة لأنه موقفه في مجموعته صعب جدا وهيلعب مع الوداد المغربي في ملعبه والمباراتين هيتلعبه في نفس التوقيت ساعة 9 مساء بتوقيتنا هنا في القاهرة فالرجل هيتفرج على مطش الأهلي في الملعب وأنا كنت قلت قبل كده أنه في دايرة اهتمامات البرتغالي كالوس كيروش بالإضافة لمجموعة الأهلي اللي خدها فيه بطولة أفريقيا فيه ثلاث أسماء تحت المنظار بشكل كبير ياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وأعتقد يعني لو التلاتة دول حفظوا على مستواهم اللي قدموه في الفترة الأخيرة التلاتة دول هيكونوا موجودين مع المنتخب لكن النهاردة ظهر رابع من الوارد جدا 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 أن الرجل كمان يكون رايح عشان يرائب محمد مجدي أفشا اللي دخل في حساباته إذا ما استمر أو يعني الحقيقة هو أنا بقولت في مطش المقصة أنه أفشا رجع مرة تانية بعد غياب فترة طويلة وأتمنى إن شاء الله أنه عنده لسه بالتأكيد طبعا أفضل وأحسن ولكنه النهاردة كمان كارلوس كيروش حاطت محمد مجدي أفشا تحت المنزار عشان يكون موجود مع منتخبنا في مباراة القاهرة إن شاء الله في مواجهة السنغال ممتشة لعب يوم 25 خلاص احنا كده أقل من شهر تقريبا ومناسبة كارلوس كيروش هو استقر كمان على خمسة محترفين بس هيكونوا موجودين مع المنتخب المصري في مواجهة السنغال محمد صلاح وإنني ومصطفى محمد وتريزيجي وعمر مرموش دول الخماسي المحترفين في الخارج يعني اللي هيدخله في سقوات منتخب مصر في الفترة اللي جاية تريزيجي بالمناسبة مقدم بدايات قوية جدا مع بشاك شاهير في الدولة التركي سجل النهاردة هدف لفرقته كده من بداية انضمامهم سجل ثلاث أهداف وسنة بسنعة من اللعبة اللي بتارعني يعني أنا بيعجبني جدا إصرار تريزيجي في أوقات كتيرة جدا بتحس أنه هياخد وقت عشان يرجع لكن بيبهرك الحقيقة بحالة تركيز وحالة تصميم وإن شاء الله بإذن الله يكون من الأوراق المهمة جدا في مباراة السنغال كمان مرموش رجع مرة تانية عشان يشارك مع شتوتجر أعتقد آخر مباراة لعاب 86 دي فالحمد لله يعني لعابتنا المحترفة في الخارج مصطفى محمد ممكن ممكن يخرج براء الحسابات نتيجة المشكلة الأخيرة اللي تعرض لها في مباراة فريق إجراءة السراء الأخيرة المشكلة اللي حصلت في الكوريدور بعد انتهاء المباراة وقد يتعرض لإيقاف معرفش إيه ممكن يكون تأثيره على مشاركته مع منتخب مصر في المباراة اللي جاية لكن في النهاية الرجل استقر على الخمسة دول وقرر أنه يضمهم لمعسكر الفريق طيب قبل ما أقول لحضراتكم ونروح لبعض الأخبار العالمية اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول بمناسبة كلامنا عن المحترفين المصريين اللي بيعابوا في أوروبا واللي هيشاركوا مع مباراة مع مصر في مباراة السنغال احنا جايبين لكم الحقيقة ملخص لمباراة شتوتجرت الأخيرة واللي شارك فيها لعبنا المصري قلت لحاكم نرجع مرة تانية للمشاركة مع فريقيته عمر مرموش اللقاء ده جامع شتوتجرت بهوفنهايم في مسابقة البونزليجة أو في مسابقة الدولي الألماني مباراة الحقيقة بدأت بفرص ضائعة متبادلة من الفريقتين فرص يعني ممكن لك انت تطلق عليها مواقف وطرائف شتوتجرت بدر بالهجوم كرة تقريبا خلصانة لكن هو سابق جون الفاضي العريض ده وقرر انه هو يسدد في العرضة فرصة اولى ومبكرة جدا كانت ممكن تسهل المباراة على شتوتجرت حقيقة هووفنهايم هو كمان اضع فرصة غريبة جدا وكأن الكرة رفضة تدخل المرمى فرصة مزدوجة في لعبة واحدة ولكن الحقيقة يمكن الحرس فرصة اولى للتهديف الحرس انقذها فرصة تانية القاء العرضة انقذتها وبعدين الجون لقى نفسه معاكورة ده هدف شتوتجرت الاول طبعا شتوتجرت هو اللي بادر بالتقدم واحرزه طبعا لعبه الياباني المحترف وطر واندو لكن هووفنهايم لحقيقة استطاع انه يرجع عن طريق جناح اليمين بتزديد اكتر من رائعة كرة يعني رايحة في الزاوية اليمين لحرس مرمى شتوتجرت عشان يكون هدف التعادل لا المدافع قدر ولا حرس المرمى قدر يتصدى للكرة واستمر هوفنهايم على هجومه الحقيقة ونجح بعد اخفاق شديد هم ما باعوهم يعني مدافعي شتوتجرت باعوا ناديهم في اللقطة اللي فاتت اكتر من واحد ما قدرش يشتت الكرة ويتعامل معها بشكل سليم تلاتة او اربع مدافعين في وسطهم مهاجم واحد والكرة وصلت له في سيكس يارد قدر يخلص بها المباراة طبعا لصالح هوفنهايم عشان تنتهي المباراة بنتيجة اثنين واحد هوفنهايم على حساب شتوتجرت على كل احوال الكويس بالنسبانا في المباراة انه عمر مربوش شارك لفترة طويلة يمكن حوالي 85 دقيقة من عمر المباراة وحط رجله في الملعب وده ان شاء الله بإذن الله في اللي جاي يقدر يعود لمستوى مرة تانية عشان وهو ومعنا في مواجهة سنغال يكون وصل لفورما كويسة يقدر يفيد بها المنتحب طيب معنا مجموعة من الاخبار العالمية ويمكن احنا هنا في معظم الفيديو كونفرنس اللي بنعمله مع نجوم كرة ايطالية وبنسأل دايما طبعا لانه محطة اساسية من تقلق محمد صلاح كانت في ايطاليا في رونتينا ومن بعدها اي اس روما وكتير من الناس كانت بتتساءل ازاي روما تخلى عن مواهبة بحجم مواهبة محمد صلاح كانت ممكن تاخد النادي وتروح لبعيد والسؤال ده حقيقة توجه اكتر من مرة لجيمس بلوتا رئيس نادي روما الايطالي السابق وكلموه او سألوه عن ايه الاسباب اللي خلتك تضطر البيع لاثنين من اهم نجوم البريمير ليج النهاردة واثنين من اهم نجوم ليفر بول واثنين من اهم عامل نجاح ليفر بول الانجليزي في تحقيق الالقاب وهم عليسين بيكر حارس المرمى البرازيلي والنجم المصري طبعا محمد صلاح يعني افضل واحد من افضل لعاب العالم ويمكن لو حضرتكم تفتكروا صفقة انتقال صلاح لما حصلت سنة 2017 من روما لليفر بول كان المقابل المادي كان اتنين واربعين مليون يورو على الورق النهاردة محمد صلاح يساوي ميت مليون يورو ده على الورق لكن لو في حد بيتكلم في صفقة بيع وشراء انا بقول لكم محمد صلاح مش اقل من مائة وثلاثين مائة واربعين مليون ده يعني يبقى اقل حاجة اللي خلى الريال يفكر يدفع ميتين مليون في كيليا نمبابي من الممكن طبعا دي لقطات من صلاح هو في روما متقدرش تنكر انه روما كانت بداية توحق صلاح يعني فيورونتينا كان فيها اتنقل لمستوى كويس لكن روما هي انطلاقة صلاح الحقيقية عشان يكون واحد من اهم نجوم العالم واللي اكد عليها بعد كده طبعا لما راح ليفر بول صفقتين دول كلفوا ليفر بول في الوقت ده تقريبا اتنين واربعين مليون لصلاح واثنين وستين مليون بعدها بشوية على سن بيكري هبتتكلم في مية وحاجة مليون النهارده الاتنين دول مش اقل من مية وتمانين او متين مليون ده قيمة مادية بالاضافة طبعا للقيمة الفنية اللي ضفوها بشكل كبير ما تنسوش انه ليفر بول في يوم من الايام خسر بطولة لقب الشامبيونز ليج بسبب حارس مرمى مبرار لجماعيته لكن هو اختفى ورحلة في طين نسيان اعتقد رحلها في تركيا بعد كده مباراة لجامعة ليفر بكاريس بالضبط كده المباراة لجامعة ليفر بول بريال مادريد اللي تصف فيها محمد صلاح لو تفتكروا لما شده وخد كتفه تحت دراعه سارجيو راموس لكن في النهاية دي قيمة أليسن النهارده كواحد من افضل حراس في العالم واحد من افضل حراس في البريمير ليج وقمته كمان واضفته في انه معاه قدر الليفر انه هو يحقق البريمير ليج مرة والشامبينز ليج مرة فهو الحقيقة الرجل يعني ما بررش قالك احنا في الفترة دي نستلامنا النادي وكان عليه مشاكل مادية كبيرة جدا وكان عليه مديونيات كبيرة جدا ونجحنا حتى في الفترة اللي تخلينا فيها عن بعض نجوم الفريق نتيجة عدم وجود قدرات مالية تخلينا نحافظ عليهم تطرينا بها بعض نجوم حتى رغم ده قدرنا نحقق انجازات وحققنا المركز الثاني وراء اليوفي كان اليوفي في ساعتها يعني هو نمرة واحد في ايطاليا اليوفي قاعد تقريبا تسع سنين او عشر سنين بياخد لقب الدولي الايطالي فكان الرد انه فيه تلت او اربع مواسم من دول جي روما رغم تخليه عن النجوم دول كان عنده قدر على انه يكون في مركز الوصافة ويشارك في بطولات اوروبا ويحقق انجازات كبيرة جدا من ايطاليا هروح ل اليوفي والميلان والكلام النهاردة على مين نجم جديد طالع في سوء الانتقالات كلام على ماركو اسانسيو طبعا نجم الريال ونجم منتخب اسبانيا اللي احتمال كبير جدا او مش احتمال هو فيه اتفاق فعلا حصل بين ادارة ريال مدريد وبين ماركو اسانسيو حسب ما اعلنت صحيفة سبورت انه الدولي الاسباني اتفق مع الريال على المغادرة في سوء الانتقالات الصيفين اسانسيو الحقيقة فيه انداء كتير جدا مهتمة بانها تشتري تتعاقد معا ابرزهم اليوفي والميلان الاثنين دول ابدوا اهتمام كبير جدا رغم ان في بعض الانداء كمان اللي دخلت لما عرفت انه او الامور ابتدت تتصرب لوسائل اعلامه الصحافة انه اسانسيو هيسيب البرنابيو انه كمان دخل على الخط الانداء زي البي اش جي وانداء زي الارسنال بي اش جي راشئ في اي حاجة اي صفقة معدية في اي وقت بتلاقي البي اي اش جي حاضر في الموضوع لكن الاقرب لانتداب ماركو اسانسيو احتمال يكون الميلان اي سي ميلان او يوفنتس الايطالي ومع ايطاليا خليني مع انتونيو كانتي واحد يعني بقى من افضل الحقيقة الاسماء في عالم التدريب مش بس على مستوى ايطاليا على مستوى العالم كله واللي بيدرب حاليا تاطر هامل انجليزي ويمكن كان فيه شوية كلام عن خلافات او عن تهديدات او عن اعلان كانتي رغبته في ترك نادي تاتن هام لكن حقيقة بعد جلسة عقدها مؤخرا مع رئيس النادي رئيس سبوز دانيال ليفي قال حقيقة انه رؤيته واضحة جدا وانه متمسك باستمراره مع الفريق وانه حتى رغم خسارة الفريق لاربع مباريات من اخر خمس مباريات او اخر خمس مواجهات خدها لكنه مازال متمسك باستكمال مشواره قال كل اللي هو عايزه انه يقف ويدعم فرقته وانه يكون عنده مساحة من الحرية انه يقدم فكره ويبني فريق جديد لتاتن هام لكنه في النهاية اكد انه الراجل حقيقة دانيال ليفي متفاهم جدا اللي بيحصل ومتمسك به لغاية اخر لحظة وده زاد من تمسكه بانه يكمل المشوار مع تاتن هام نختم مع اسطورة التدريب التي لم ينافسها احد سوى بيب جوارديولا وده وجهة نظر يعني يعني معتقدش انه حد قدر يقدم الكرة الممتعة ويستمر وينجح لسنين طويلة زي اليكس فيركزن غير بيب جوارديولا في الوقت الحالي اليكس فيركزن اسطورة التدريب في منشستر يونيتد انا ما عرفتوش الا في المان يونيتد طبعا سنوات الزهبية سبعة او ثمان سنين قدم فيها اهم نجوم العالم وقدم فيها امتع كرة في انجلترا وقدم فيها اهم الاسماء في عالم الكرة وقدم كرة ممتعة كل العالم كان بيحترمها في ابردين تحديدا كانت بداية المشوار ودي المعلومة الجديدة اللي بقدمها لحضراتكم تمثال اليكس فيركزن اللي متاخد عن صورة ليه تم التقاطها في بداية التمانينات تقريبا اتحطت في ملعب ابردين الصورة دي طبعا الزكرة بتاعت الصورة كانت احتفال ببطولة الدوري الاسكوتلندي كانت حاجة يعني نادرة انه حد فريق تاني برا خارج الرانجرز او سلتك الهولندي يفوز بلقب الدوري لكنه فاز بالبطولة في النسخة دي وخد الصورة اللي اتعامل على اساسها التمثال ده عشان يحقق مع سلتك مع ابردين حقيقة البطولة على حساب سلتك وعلى حساب رانجرز مش بس كده لكن كمان حقق مع ابردين تلات القاب للدوري واربع القاب للكقوس وكاس ربطة واحدة ومعهم كمان كاس الكقوس الاوروبية بالاضافة كمان لتاتويجو بكاس السوبر دي كانت انجزات السير أليكس بيركسن قبل ما يترك ابردين في سكوتلندا وينضم للمرحلة الزهبية طبعا مع المان يونايتد نتكلم مع حضراتكم عن اختياراتكم لأفضل تلات لعبين في مغاراة الاهلي والمقصة الأخيرة بعد الفاصل لحظة جديدة للمسم ده في اختياراتكم انتم لأفضل تلات لعبين في كل مباراة مباراة الاهلي ما فيش اسماء بتتكرر يعني كل مباراة بنلاقي تلاتة ما كانوش موجودين يمكن في آخر مباراتين لعبها النادي الاهلي ودي حاجة بتدل على انه الفرقة كلها فائقة والفرقة كلها مستعدها متقربة جدا نروح لاختيار جمهور النادي الاهلي في مباراة المقصة كان نجم المباراة وعريس المباراة بدون منازع المزنبيقي لويس ميكسوني قدر يحط أول تلات نقاط في رصيده في مباراة المقصة كأفضل لعب وورا على طول انا مش هول الدبابة الحقيقة لانه بقى عدى بكتير حتة الدبابة دي ووصل لانه بقى جوهرة حقيقة الجوهرة المالية أليو دينج في المركز الثاني في اختيارات جمهور الاهلي وفي المركز الثالث الصاعد الواعد اللي مازلت الحقيقة بشوف انه مستقبل الناحية اليمين في نادي الاهلي كريم فؤاد في المركز الثالث دي كانت اختيارات حضراتكم تعالوا نشوفوا نتابع مع بعض جدول الترتيب أخباره ايه بعد مباراة المقصة حمدي فتحي مازال في صدارة الجدول برصيد 14.8 مشاركة أكرم توفيق مازال في المركز الثاني رغم بتعاده طبعا نتيجة الإصابة برصيد 12 نقطة عبدالقادر بيركب المركز الثالث منفردا لا معادي دينج لانه دينج صحيح خد نقطتين في المباراة دي ففي المركز الثالث والثالث مكرر أحمد عبدالقادر وأليو دينج برصيد 8 نقاط لكن أحمد عبدالقادر لعب مباراة أقل من أليو دينج علي معلول في المركز الخامس برصيد 7 نقاط من 13 نقطة وبرسي تاو في المركز السابع برصيد 7 نقاط وتتوالى الأسماء والموسم طويل ومستمر وفي انتظار طبعا اختياراتكم لأفضل ثلاثة في مباراة سانداونس بعد انتهاءها خمس سلاف موجودين قدامكم في الملعب هيتابعوكم ويشجعوكم ويدعموكم بكل الأشكال الممكنة ومن قبلهم ملايين مفضلين نفسهم وقاعدين مستنيينكم تفرحونا وتمتعونا انتم لها وأدها بإذن الله كل التوفيق لنجوم النادي الأهلي ونتقابل على كل خير على شاشة الأهلي دايما في السادسة شكرا